لا يا الله حيضا مرحبه لا 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 يا الله حيضا مرحبه لا 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 يا الله حيضا مرحبه بهاد اليوم يوم الطفل العالم حبينا المشارك للأطفال الداخل المعين لكي يعيشوا فرحة هذا العيد على مصر وأطفال العالم أجمع طبعا الارسالي الثاني اللي حبينا نوصلها لمنظمة اليونسف اللي أطفالنا هدول اللي داخل الخيام اللي هجرهم وكل الناس سي أسكنوا الخيام إنه يعيشوا فرحة مثل بقية أطفال العالم اليوم كان عندنا هاي الفعالية طبعا اليوم عيد الطفولي اليوم العالمي للطفل طبعا هاي الأطفال اللي احنا ضمن مخيم هاي الأطفال التي عانت من الضغوط النفسي من نتيجة الهجرة القسري طبعا نحن اليوم عم نحتفل واتخذنا من هذا اليوم أن نعيد الأطفال فرح للأطفال حب للأطفال نطلب من العالم أنه نريد أن نعيش في السلام نريد أن نحقق الأمن والأطمئنة لهذه الأطفال نريد أن يحققوا الأطفال مطالبهم وهو أقلها التعليم يجب علينا بهذه المؤسسة التربوي والتعليمي أنه نحن نشهد العالم نشهد كل من يقول نحن فينا منظمات إنساني أنه نحن ها هنا في أرض المحرر أطفال سورية هم يقولون نناديكم من أجل أن تقفوا إلى جانبنا من أجل أن نرتقي بالعملية التعليمية والتربوي ترجمة نانسي قنقر